موسيقى صحيفة الديلي ميل نشرت في الأيام القليلة الماضية أنه ملايين من الناس أو ملايين من الملابس والإكسسوارات اللي استخدموها الناس واللي تنتجها أحد المتاجر أونلاين الصينية والشهيرة جدا تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة والمرتبطة بالسرطان والعقم فهل فعلا توجد أدلة علمية موثقة تدعم هذا الأدعاء؟ خلنا نرحب معنا عبر سكايب مع الدكتور علي الحظيف استشاري أمراض الجلدية يهلا وسهلا فيك وحياك الله دكتور علي يهلا وسهلا فيك دكتور علي تسمعنا طيب على بالما نرجع للدكتور علي الحظيف ونتكلم أكثر عن هذا الموضوع أنت شفتي الموضوع أودي وأكيد الموضوع هذا انتشار وسوى ضجة على مستوى العالم فكيف تقبلت هذا الموضوع؟ هل صدقتي؟ ما صدقتي؟ شلون كانت تردت فائلة؟ شوفي مها صراحة صراحة أنا ما صدقتها أنا أحس أن حرب بين شركات وصلنا الحين بدأت صارت طبعا تقريبا تعتبر ثاني موقع عالميا يتم تحميله فأحس بسببت هذه المشاكل غير كده لما ننفكر بأشياء كثيرة حالنا نستخدم البلاستيك بكثرة علب الماية فيها بلاستيك الله يكرمكم مشوذات اللي نلبسها فيها بلاستيك السماعات اللي نلبسها حق في الآيفون فيها بلاستيك بس فيه كواليتي عن كواليتي يختلف يعني هم كانوا يتكلمون أو النقاش حقهم والحرب حقتهم كانت يعني أنا قريت شوي في الموضوع الأمانة فالمواد المستخدمة المسموح فيها مثلا في يعني إحنا مثلا عندنا في مملكة العربية السعودية هيئة المقيس والجودة والمعايير اللي تسمح بدخول أي منتج إلى المملكة العربية السعودية بعد ما يمر في اختبارات كثير فهذا عشان صيني ويعني يشحرونه من هناك فقالوا هذا الكلام السلمة مصدقة؟ لا من مصدقة لأنه الماء اللي نشربها علب الماء البلاستيك أربع أضعاف شفت اليوم دكتور مقابل الدكتور الخضير فكان يقول علب الماء البلاستيك العادي اللي نحن قاعدين نشرب هذي فيها فيها البلاستيك أكثر بأربع أضعاف من الملابس اللي نحن قاعدين نلبسها أوكي طيب خلونا نرجع للدكتور علي حضيف استشاري أمراض الجلدية ونسمع منه رأيه شكرا لكم شكرا لتواجدك اليوم معنا في البداية يعني كيف تلقيت هذا الخبر خبر أنه أحد الشركات العالمية الصينية والمواقع المعروفة جدا من تطبيقات أنه فعلا الملابس والإكسسوارات اللي تنتجها قد تؤثر علينا سلبيا وتسبب أمراض انصح التعبير طبعا بشكل أو بآخر هي المادة اللي تم نشر عليه مادة الفاثلات الداخلة في متجة جدا كثيرة متجة جدا كثيرة حتى أن النصابة حين نعرف أنها موجودة أو لا وطبعا حسب ما هو مصرح بهاية الغداء والدول الأمريكية أن الكميات البسيطة منها غير غير ما تسبب أي مشاكل صحية ومصرح عالمي لإستخدامها هو فقط التركيز الآلي منها جدا هي اللي قد تدخل كمسبب للأمراض سواء أمراض العقم أو أمراض المساكل يعني الخبر اللي احنا سمعناه قد يكون صحيح إذا كانت بنسب عالية في ملابسهم وإكسسواراتهم ضدت ووجودها بنسب عالية فقط ولا هي كمنتج مصرح تسبب السرطان وأمراض الجلدية لهذه الدرجة؟ هي ممكن تسبب أمراض استقلابية تماما أكبر مصرح عن الجلد هي تمتص عن طريق الجلد أو حتى عن طريق الابتلاع طيب دكتور علي هل هناك في أدلة أكيدة على أن هم يستخدمون فوق المصرح لهم؟ هذا بشكله بآخر راجع للمختبرات الكيميائية يعني بنسبة لأننا فقط ناخذ التركيز إذا كان تركيزها عالي فعلا مثل ما ذكر في فهذا فعلا خطر جدا على الإنسان سواء هي أو مواد أخرى يدخل فيها برضو مواد اللي هي تدخل في الأصبار مثل الزعبق مثل مواد النيكل والكوبلت بنسبة عالية ممكن تسبب حتى أمراض حساسية حتى ممكن تسبب مشاكل صحية كبيرة بسوعة طيب لما ذكرت دكتور قلت أنه يمتصها الجسم يعني بس يعني اشرح لنا أكثر للناس اللي ما لهم في الطب ولا يفهمون في هذا المجال كيف أنا لما ألبس قطعة من الملابس أو الأكسسوارات الجسم يمتصها أو هي أصلاً قماش أو هي بلاستيك أو أكسسوار أو أي أن كان بالضبط الجسم طبعاً طبعاً الجلد في طرق امتصاصنا ضمنها وقت التعرق بالضبط فلما يكون في تعرق عادة يكون في أو لبس الملابس مثلاً الملابس السباحة مثلاً أو الملابس الراطبة حين عادة تكون نعم تمام طيب هل تؤثر ممكن تأثر مراحل الشحن والتغليف والتوزيع وترك المنتجات في المستودع على وبدون تهوية وبدون شمس على استخدام الملابس بكافة أنواعها مو بس الموقع هذا أو الشركة هذه جميع الشركات جميع المنتجات بصراحة تمام سواء كانت الشركة هذه أو غيرها من الشركات يعني طريقة شحنها أو طريقة تخزينها يؤثر بشكل كبير لذلك نلاحظ أن هنا عندنا مثلاً وزارة التجارة الهيئات العامة عندنا المسؤول عن الرقابة والتفتيش فيها عادة تكون تركز على موضوع التخزين والنقل سواء للمنتجات الملابس أو غيرها منتجات الأدوية أو التغذية كثير منتجات يؤثر فيها التخزين والنقل والشحن جداً مهم فيها لأنه ممكن يغير من خصائصها الكيميائية يخليهم منتج سليم لمنتج خطر في بعض الحالات أمراض الجلدية بالتحديد تم رصدها من ناس اشتروا قطع مو من هذا الموقع بشكل عام اشتروا قطع ولبسوها على طول فكأطباء في هذا المجال أو استشاري أمراض جلدية بالتحديد كيف الواحد مفروض يتعامل مع الملابس الجديد؟ هل مفروض أني أنا أغسلها قبل ما ألبسها؟ بشكل عام أنا أفضل دائماً أن يكون غسل الملابس قبل استخدامها سواء كانت من محلات ضخمة أو أولاين أو حتى من أي محل يفضل أنه غسلها لأنه حتى اليد اللي لمساتها قبل أن تصل للمنتج للشخص الأخير ممكن تكون غير نظيفة بعض المحلات طيب كيف ترد على احتواء بعض المنتجات على ما يزيد عن أربعمية مرة من المستوى الآمن مركبات واللي يمكن تمر عبر الجلد وتصل إلى أجهزة الدم طبعاً إذا ثبت أنها فعلاً وصل لها النسبة وتم تحليلها بشكل سليم وبشكل من هيئات مستقلة فطبعاً في الحال أنه يجب أن نبتعد عنها بشكل أو باخر يعني سواء بعدم إدخالها للدولة أو بعدم استخدام هذه المنتجات طيب أيضاً الحين خلينا نستغل وجودك وحما أننا قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع وأيضاً طرقنا الموضوع حفظ وتخزين الملابس ويعني الأشياء اللي احنا نستخدمها الحين دخلنا على الصيف أو دخلنا الصيف خلصنا اليوم درجة الحرارة 45 يا دكتور ملابس الشتة الآن الحين الناس يعني أغلبها قاعدة تضف ملابس الشتة وتخزنها فممكن لما يجي الشتة الجاي إن شاء الله ربي حياناً الواحد يلبسها تجي حكاً ولا يجي شيء ولا ممكن يكون فيها فكيف الطريقة الصحيحة أنه أنا أحفظ ملابسي بطريقة صحيحة حيث أنه ما أتعرض لأي مشاكل في المستقبل إذا لبستها بعد فترة طبعاً هو طريقة التخزين السليمة عادة أن يكون في تهوية كويسة ويكون حرارة مقبولة جداً وعادة بعد ما نجي بعد فترة التخزين قبل ما نلبسها هو المفروض أنه يتم نشرها وتعرضها للشمس بشكل أو بآخر بحيث أنه ما نلبسها مباشرة لأنه ممكن يكون فيها أصب حتى يعني سواءً اللي يسمون العث أو يسمون البق أو حتى بعض المنتجات تكون مع الحرارة أصبح أصبح لها أصبح لها خصائص أفراء ممكن يؤثر على التشمس صراحة دكتور علي لما نقول إحنا نهوي الملابس نحطها في مكان التهوية حقاً تكون كويسة الآن صرنا نحط ملابس التخزين خاصة الكوتات والجوكتات الكبيرة زي البلاستيك ونحط بعدين المكنسة وتشفط علشان تخلي الملابس مضغوطة وتسحب منها الهواء كلها هل هذه بعد تعتبر ضارة؟ لا هذه الفترة ممتازة جداً لأنه عادة لما يكون نقطة في برشار أو الضغط السلفي جوه الملابس طبعاً نمنا إحنا نتشار مثلاً نوع من البكتريلية أو نوع من الحشرات أو الطفليات إنها تنتشر إنها تحتاج أكسجين فبالطريقة هذه يكون مسحوب الأكسجين فيها فتكون نسبة ممتازة يكون تغريفة ممتازة دكتور علي لحظيف يعطيك العافية وشكراً لك وشكراً لتمردك معنا اليوم مشاهدينا خلينا نقلع فاصل سريع ومبعداً مكملي اشتركوا في القناة